مليون تريليون مبروك لكل جماهير نادي الزمالك انتصار جديد وفوز غالي وبطولة جديدة وسوبر جديد دوري وكاس في الكورة وسوبر في اليد وكنا بدأناها بدوري وكاس في الكورة الطائرة جمهور نادي الزمالك انتم اعظم جمهور في الوجود من وجه نظري انتم الاغلى انتم الاوفى انتم الاحلى انتم اللي عندكم قيمة الوفاء الاخلاص الحب مع فريقكم مع ناديكم في اي مكان في اي موضع في اي ظروف النهاردة بتفرج على حالة الفرحة عند جماهير نادي الزمالك في الخمس زائل اللي فاته اللي قبل ما اطلع الحلقة بعد ما فاز نادي الزمالك بطولة السوبر لكورة اليد على حساب المنافس التقليدي النادي الاهلي في بطولة ما كانتش من فرقتين بس كانت من ثلاث فرق زمالك اهلي سبورتينج الزمالك بيحقق كالعادة الفوز في الصلاة وملوك الصلاة بيعملوها مرة تانية وتالتة وعشرة وربعة ومية ومتين وكتير قوي وتاريخ ناصع تاريخ نادي الزمالك مبروك مليون تريليون مبروك لجماهير نادي الزمالك مليون مبروك للاعب نادي الزمالك والجهاز الفني لكورة اليد وقصة كورة اليد الزمالكوية الرجالة اللي بجد مليون مبروك لإدارة نادي الزمالك والرئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأستاذ مرتضى منصور طبعا النهاردة اليوم مهم جدا ان احنا نتكلم في كتير من الامور وعايز قبل ما تكلم في اي حاجة نفرح مع جماهير نادي الزمالك ولعل مجلس دارة نادي الزمالك برئاسة طبعا المستشار مرتضى منصور قدم تهنئة لكل جماهير نادي الزمالك بعد هذا الفوز الغالي جدا ببطولة السوبر على حساب النادي الاهلي يتقدم المستشار مرتضى منصور مجلس دارة نادي الزمالك بالتهنئة للاعب الفريق الاول لكرة اليد بالنادي والجهاز الفني بعد الفوز بلقب السوبر المصري عقب التغلب على نظيره الاهلي في المباراة النهائية وفاز فريق اليد بنادي الزمالك على الاهلي في المباراة النهائية بالسوبر المصري بنتيجة 27-23 انه فوز العادة انه فوز العادة لملوك الصلاة يا سادة ويجعل وشينا حلو كده دايما على جماهير نادي الزمالك في قناة الزمالك ودايما تبقى ليلينا ليالي ملاح وليالي بيضة وليالي كلها سعادة وفرحة وهنى وصرور موسيقى